الحمد لله رب العالمين وانطلق من ذلك لتطبيق هذه القواعد على حوادث الناس كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن ينشر في الناس الحق وأن يعرفهم بصحة هذا الدين وبعد فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في مدارسة كتاب الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وقد أوردنا أمثلة كثيرة فيما مضى لبيان محاسن الدين الإسلامي والمؤلف لم يستوعب هذه الأمثلة وإنما أورد نماذج من ذلك ومن النماذج التي أوردها المؤلف ما يتعلق بالإحسان فإن الشريعة قد رغبت في الإحسان إلى الآخرين وجعلت ذلك أمرا طيبا كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ورتب الله جل وعلا على الإحسان مصالح الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكما قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسن وزيادة وكما قال سبحانه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان والنصوص في هذا الباب كثيرة متتابعة وحينئذ هذا الإحسان الذي جاءت الشريعة به ورغب فيه رتب الله جل وعلا عليه مصالح كثيرة في الدنيا والآخرة فإن رب العزة والجلال يحب المحسنين ويجازيهم بالإحسان على وفق ما عملوا من الإحسان ويجعل ذلك من أسباب رضاه عنهم ولذا قال جل وعلا في المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وهكذا قال جل وعلا ونجزي الذين أحسنوا بالحسنى والإحسان له أثره في قلوب الناس فإن من أحسن إلى عباد الله فإن ذلك يكون من أسباب محبتهم له وملئ قلوبهم منه كما قال الأول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه ويترتب على الإحسان من الخير والبركة والثواب الدنيوي والأخروي وانشراح الصدر ما الله به عليم وقد جاءت النصوص بالترغيب في هذا الإحسان لما يحصل به من الترابط المجتمعي وقضاء حوائج الآخرين وهناك أبواب متعددة في هذا المجال كلها مما يعود على الإنسان بالخير العظيم ومن أمثلة ذلك ما جاءت به الشريعة من مشروعية العارية بحيث يعطي لإنسان الآخرين بعض أموره ينتفعون بها ثم يعيدون ذلك إليه وقد عاب الله جل وعلا على أولئك الذين لا يفعلون هذا الأمر وذمهم في كتابه العزيز فقال سبحانه وَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أي لا يؤدونه على سبيل العارية وهكذا جاءت الشريعة بمشروعية القرض بحيث يحسن الإنسان إلى الآخرين بإعطائهم مالا في وقت حاجتهم يردونه إليه بعد استغنائهم وقد ورد في الحديث أن من أقرض مرتين كان بمثابة من تصدق مرة وهكذا جاءت الشريعة بالترغيب في أن يكون هناك بذل للآخرين سواء في أبواب الصدقات التطوعية وقد وعد الله جل وعلا من فعل ذلك بالخلف الجميل كما قال تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَزَادِ التقوى وقد جاء في الأحاديث الترغيب في أن يقوم الإنسان بإهداء الهدايا للآخرين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدية التهادى وتحاب من صح الخبر في ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي الهدايا وكان يقبل الهدية أما المثال الخامس عشر الذي ذكره المؤلف مما يدل على محاسن هذه الشريعة ما جاءت به الشريعة المباركة من مشروعية القضاء والفصل في الخصومات وإذا نظر الإنسان إلى قضية الإحسان التي ذكرتها قبل قليل وجد أنها ترتبط بإيمان الإنسان بالله جل وعلا وبالجزاء الأخروي فإن من كان مؤمنا بالله وأنه المتصرف في الكون سبحانه وتعالى وأنه يجازي العباد وهكذا كان مؤمنا بالآخرة فإن ذلك سيدفعه إلى أن يحسن للآخرين وشاهد هذا في كتاب الله في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين يعني لا يصدق بوجود الجزاء في يوم القيامة فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فإن من كان مؤمنا بالآخرة فإنك ستجده يقوم مع المحتاجين من اليتامى والمساكين ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فإن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى ثم قال فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وكما في قوله جل وعلا فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فهذه الآية فيها ذكر العقبة العظيمة التي تفصل بين الإنسان وبين دخوله الجنة فيحتاج إلى سبب يجعله يتمكن من قطعها وتجاوزها ثم بيّن له أن سبيل ذلك هو الإحسان على وفق ما ذكر هنا وقال جل وعلا في السورة التي بعدها سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما فمعناه أن الله جل وعلا وعاب عليهم أنهم لا يتصورون التصور الصحيح وبيّن أنهم لا يحث بعضهم بعضهم الآخر على يطعام الفقير ولا على إيتاء الحقوق خصوصا في شأن أولئك الضعفة والذين يحتاجون إلى من يناصرهم وبالتالي عاب الله جل وعلا عليهم عدم وجود الإحسان إليهم وهذا فيه تمييز لأهل الإسلام عن غيرهم فإن أهل الإسلام عندهم من الرغبة في الإحسان وفي القيام مع الآخرين وفي إعانتهم ما لا يوجد نظيره أو جزء منه عند غير المسلمين وهكذا فيما يتعلق بباب القضاء فإن الشريعة المباركة قد جاءت وسطا بين أنواع التشريعات فهناك من يقرر العقوبات ويحكم على الأفعال بأنها جرائم بناء على تصورات الناس أو ما يسمونهم بإسم المحلفين بينما هناك من يتجه إلى اتجاه آخر بأنه لا تكون هناك جريمة ولا تكون هناك عقوبة إلا بناء على نص من نظام ولكن الشريعة جاءت بوسط في هذا الباب فإنه لا تكون جريمة إلا بنص لكن العقوبات منها ما يكون محددا ومنها ما يوكل إلى القضاء مما يسمى بالعقوبات التعزيرية ومن هنا نعلم أن الشريعة قد جاءت بقواعد وأصول لأبواب القضاء تكون طريقا لإيصال الحقوق لأصحابها وليقاف الظلمة عن ما هم فيه من ظلم وتعد على حقوق الآخرين وبذلك تنحل المشاكل ويحصل العدل وقد جاءت قواعد الشريعة في هذا الباب مبنية على الموازنة بين مواقف الخصوم بحيث يرجح من يكون جانبه أقوى ومن هنا قال جاءت القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي فالبينة التي هي أقوى ما يدل على صحة الكلام مما يوضح الحق ويبينه تكون في جانب المدعي فإذا لم يكن عند المدعي بيّن انتقلنا إلى مطالبة المدعى عليه باليمين وقد بيّن المؤلف هنا أن البيّنات هي كل ما يوضح الحق ويبينه ومن ثم كان من طريقة الشريعة أن تعتبر القرائن وأن تجعل لها ميزانها ومكانتها ومن ثم وازنت الشريعة بين البيّنات بحيث لم تجعل البيّنات على مستوى واحد وجعلتها على درجات متفاوتة بحسب أنواع القضايا فهناك قضايا تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء وهناك قضايا تقبل فيها شهادة الشاهد الواحد كالقضايا الدينية وهناك قضايا لا يقبل فيها إلا شاهد بيمين وهناك قضايا تقبل فيها شهادة الرجل الواحد مع المراتين وهناك قضايا لا تقبل فيها إلا شهادة الرجلين وهناك قضايا لا تقبل فيها إلا شهادة الأربعة إلى غير ذلك من تنظيم الشريعة للأبواب القضائية وكما جاءت الشريعة بمشروعية الفصل بين المتخاصمين من خلال القضاء جاءت الشريعة أيضا بالترغيب في الصلح كما قال تعالى والصلح خير وكما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وحينئذ كانت القاعدة الشرعية في هذا الباب أن يكون هناك عدل وإيصال للحقوق لأصحابها كما قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس إن الله يأمركم أن تود الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقد جعل القرآن منهجا ومرجعا في قضايا الناس وفي الفصل بينهم كما قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وفي هذا تحذير للوكلة والمحامين من أن يكون من شأنهم أن يقوموا بالخصومة عن أهل الباطل ومما جاءت به الشريعة وأكدت عليه في هذا الباب أنها ساوت بين القوي والضعيف وحرمت أن يقوم الإنسان بأي عمل أو وساطة لإبطال الحقوق أو إيصالها لغير أهلها أو تعطيل الحدود وهكذا ينسوت الشريعة بين الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير وسوت بين الناس مع اختلاف مهنهم وحينئذ نعلم فضل الله جل وعلا علينا بهذا الدين ومن الأمثلة التي أوردها المؤلف في هذا الباب ما جاءت به الشريعة من مشروعية استشارة الآخرين وقد جاء الأمر بالشورى في مواطنا من كتاب الله جل وعلا فقال سبحانه في الثناء على المؤمنين الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وأمر الله جل وعلا نبيه أن يستشير أصحابه فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وبالتالي يستطيع لإنسان السماع للأراء المتفاوتة المختلفة وأن يقارن بينها وأن يعرف مزية كل واحد من هذه الآراء وما قد يترتب عليه من سلبيات ومن ثم يختار ما يكون سببا من أسباب صلاح الحال وهذه الشورى قد جاءت في الشريعة مأمورا بها على كافة المستويات سواء في قضية الإنسان وحدة أو في القضايا الأسرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ومن هنا أيضا جاءت الشريعة بأمر صاحب الولاية في أن يشاور أهل الاختصاص فيما يعرض له من القضايا مما يجعله يختار أحسن الآراء ولذا فإن الشريعة قد جاءت وسطا بين نظامين عالميين أحدهما ما يسمى بالدكتوريات التي لا يشاور أصحاب الولاية فيها أحدا من الناس وبين أهل الديمقراطيات التي تكون الشورى ملزمة لصاحب الولاية ومما جاءت به الشريعة أن يستخير الإنسان ربه جل وعلا فيما يعرض له من القضايا وبهذه الأمور من الاستشارات والاستخارات ينفى عن الناس ما قد يكون بينهم من التردد في القضايا التي تعرض عليهم وبالتالي يكون عندهم من الجزم والعزم ما ينجز الأعمال التي تعرض عليهم كما قال الأول إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن آفة الرأي أن تتردد ومن الأمثلة التي تدل على حسن هذه الشريعة أنها قد جمعت بين الأمور المتقابلة بحيث يستفاد من كل واحد منها ما يكون مثمرا للخير موصلا لتحقيق المصالح ومن ذلك مثلا أن الشريعة قد جاءت بالأمر بين بالجمع بالأمر بالجمع بين العقل والعاطفة وبالتالي إذا كان عند الإنسان عاطفة فإننا نراعيها في تحصيل المحبة في تحصيل الرحمة والإحسان ونحو ذلك وفي نفس الوقت أمرت بأن يكون هناك عقل عند الإنسان بحيث لا تكون هذه العاطفة سببا من أسباب ميل الإنسان عن الخير والهدى فإنه إذا اعتمد الإنسان على عاطفته المجردة فقد يغتر ببعض المظاهر التي تكون عنده ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بأن الإنسان الذي قد يتأثر بعاطفته فإنه قد يؤمر بإشراك غيره في أن يكون معه فيما يعرض له وهكذا جمعت الشريعة بين مراعاة الآخرة مع مراعاة الدنيا بل جعلت أمر مراعاة الدنيا مما يحصل به مراعاة الآخرة متى قصد الإنسان إرضاء ربه والحصول على الأجر الأخروي ولذا جاءت النصوص بالتذكير بهذين الأمرين معا في مواطن عديدة من كتاب الله جل وعلا وانظر إلى ما ورد في قصة قارون حينما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الدعاء المشهور اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي إليها معادي وبالتالي فإن هذه الشريعة قد جاءت بالجمع بين الدارين وبتحصيل مصالح هذين الدارين ومن ثم تصلح أحوال الناس وتستقيم أمورهم وينتفي عنهم ما قد يكون من أسباب التفرق والفساد في أحوال الناس والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرها التي تدل على هذا الباب ولذا ذكر جل وعلا عن موسى عليه عن مؤمن آل فرعون أنه أمر قومه بمراعاة هذا الجانب بحيث يجعلون الدنيا مزرعة للآخرة ويبين لهم أن دعوة غير الله لا تنفع صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة فقال لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وقال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد وهكذا فيما يتعلق بمراعاة الروح والجسد فلم تأتي الشريعة بمراعاة الروح وإهمال الجسد وهكذا لم تأتي بإهمال الجسد بإهمال الروح للملاحظة وبالعناية بالجسد بل جاءت معهما فعالجت أمر الروح بالمعالجات القلبية التي تكون سبب من أسباب صلاح باطن الإنسان كما أنها قد جاءت بالترغيب في الأكل الطيب وفي إصلاح البدن بما يقويه وما يكون سبب من أسباب صلاحه ومن ذلك أن الشريعة قد أمرت بالتداوي ورغبت فيه وهكذا فيما يتعلق بالرجل والمرأة فإن الشريعة لم تبني نظرتها على وجود المنازعة بين الرجل والمرأة وإنما بنت أحكامها على وجود تآلف وتعاون بين الرجال والنساء بحيث جعلتهم يؤدون حياة واحدة يتعاونون فيها ويكون ذلك من أسباب صلاح أحوالهم ولذا قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهكذا جاءت الآيات القرآنية بالتذكير بمكانة المرأة ومنزلتها وذلك في مواطن عديدة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وكما قال جل وعلا في آخر سورة آل عمران فالسجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخر الآية وهكذا فيما ذكره الله جل وعلا في مواطن عديدة حيث يذكر رب العزة والجلال أن المرأة يكون لها من الأحكام ومن الصفات مثل ما يكون للرجل ومن أجمع ذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة الأحزاب حينما قال الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وبالتالي نعلم أن الشريعة قد بنت أحكامها على العدل في هذا الباب قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن الأمثلة التطبيقية في هذا أن الشريعة قد جاءت بالتعاضد بين أفراد المجتمع على اختلاف مهنهم وأعمالهم ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يظنون وجود تنافر وتقابل بين العلم والولاية أو بين العلماء والولاة بل الأصل أنهم يتعاونون ولما يحقق الخير والمصلحة للناس وما يصلح أحوالهم وبالتالي يكون ذلك مؤثراً ومثمراً للنتائج العظيمة التي يجد الناس صلاحها وأثرها الجميل في الحياة العامة ومن هنا فالأصل أن يكون هناك تعاون بين كل من صاحب الولاية وصاحب العلم بما يكون له الأثر الجميل في إصلاح أحوال الناس ولذا قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ومثله في قوله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فذكر صاحب الولاية وذكر العلماء الذين يستنبطون الأحكام من كتاب الله جل وعلا ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً أي في ترك أقوال العلماء وفي إيجاد النفرة بين العلماء والولاة ومن هنا فإن قاعدة الشريعة أن الدين والحكم متعاضدان متعاونان لا متعارضان متقابلان ومن الأمثلة التي تدلك على حسن هذا الدين أن التقدم الحضاري لا يتنافى مع التمسك الديني بل إن التمسك الديني من أكبر الحوافز التي تحفز الناس للتقدم الحضاري فإن من سبل إرضاء الله جل وعلا تقديم المخترعات للناس ومن سبل الحصول على الأجر جعل الناس ينتفعون بما يخترعه الإنسان من مخترعات تعود على الناس برفاهية في حياتهم وسعادة فيها وقدرة على عبودية الله جل وعلا ومن هنا نقرر بأنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين العقل الصحيح العقل الصحيح وما يرد في شرع الله مما يكون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء في أمور العقائد أو في أمور الأحكام أو فيما يتعلق بالممارسات التي تكون بين الناس إن من أعظم الأدلة على حسن هذه الشريعة كون هذا الدين قد بقي فإن البقاء للأصلح وهذا الدين قد تعرض لمؤامرات كثيرة ووجد حوله العديد من المحاولات لتقويضه ومع ذلك بقي صامدة سواء كانت هذه المؤامرات التي تحاكو ضده من قبيل تكالب الأعداء أو من قبيل الحركات الباطنية التي وجدت في المجتمع نتيجة للانخداع ببعض الدعوات التي تظهر أمرا جميلة وتبطن أمرا مخالفا له ومع ذلك فإن هذا الدين بقي صامدا قويا وفأنظر إلى تلك الحركات سواء ما ورد إلى ديال الإسلام من أمور التتار الذين قتلوا من قتلوا وأفسدوا ما أفسدوا وأتلفوا ما أتلفوا ومع ذلك بقي الإسلام عزيزا وبل إن هذا الدين أثر على ذرية أولئك الأقوام الذين قدموا من بلدان شاسعة وجاسوا في الديار وأفسدوا فيها إلا أن الله جل وعلا هدى ذراريهم فدخلوا في دين الله جل وعلا وهكذا انظر إلى ما فعله الصليبيون في ديال الإسلام في الحملات الصليبية ومع ذلك لم يكن لها ذلك التأثير وانظر في عصورنا الحاضرة عندما جاء الاستعمار وأراد أن يؤثر على هوية الأمة وعلى انتمائها الإسلامي والعربي وسعوا في ذلك سعيا حثيثا إلا أن الله جل وعلا أبطل مثل هذه الأمور وبالتالي إذا علم العبد أن لله سننا في الكون وأن من سننه أن ينصر أولياءه وأن ينصر من يقوم مع دينه ويخذل من يضاد هذا الدين ويريد أن ينشر بين الناس ما يخالف أحكامه فإنه حينئذ يشاهد السنن الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وبالتالي يستشعر أن الانتصار هذا الدين وأن بقاءه مع وجود المؤامرات العظيمة الشنيعة التي تحاك ضده بل مع وجود الأعداء الكثر الذين تكالبوا على هذا الدين إلا أنه بقي صامدا وانظر إلى ما وقع في يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى ما وقع على المسلمين في يوم غزوة الأحزاب حيث كان المسلمون قلة لم يتجاوزوا الآلاف اليسيرة وقد جاءتهم قبائل العرب متناصرة لهدم هذا الدين لهدم صرح هذا الدين وللقضاء على أهله إلا أن الله جل وعلا جعل تلك الحادثة تمر في وقت عصيب على المسلمين كما قال تعالى وبلغت كما قال جل وعلا ذاكرا قصة أهل الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وذلك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ومع ذلك كانت العاقبة الحميدة لأهل الإسلام وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المواقف العظيمة وانظر قوله جل وعلا في وصف حال المسلمين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ومع وجود هؤلاء الأعداء الخارجيين كان هناك أعداء للمسلمين من داخلهم ممن يظهر نفسه أنه معهم فقال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا إلى أن قال سبحانه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لأخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف قائتهم ينظرون إليك تدور وأعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداث أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا إلى أن جاء النصر من عند رب العزة والجلال كما في قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من آل الكتاب من صياصيهم لأن بني قريضة قد تساعدوا مع أهل مكة ومع غطفان ونقضوا الصلح الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من آل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا وهكذا أنظر لما وقع للمسلمين يوم أصيبوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من المصائب العظام ثم تفرقت كلمة المسلمين في المدينة فالأنصار في جانب والمهاجرون في جانب وقد كان بينهم ما كان من الاختلاف ثم إن كثيرا من قبائل العرب ارتدت ومنهم من جحد ودوب الزكاة ولم يؤدها وهكذا همت الدول الكبرى في ذلك الزمان بالمسلمين وبدأوا يجهزون جيوشهم لغزو أهل الإسلام فأقام الله الصحابي الجليل أبا بكر الصديق رضي الله عنه فجمع الله به كلمة أهل المدينة وأرسل جيشا إلى الروم ليقاتلهم فردهم عما هموا به ولما سمعت عدد من قبائل العرب بذلك قالوا إن بأبي بكر من القوة ما يجعله يرسل جيشا إلى الروم ومن ثم عادوا إلى دين الله سبحانه وتعالى وقاتل بقية المرتدين حتى صفى له الحال بعد عام واحد ثم بعد ذلك العام أرسل الجيوش إلى المملكتين العظيمتين فارس والروم مع قوتهم ومع كثرة عددهم وما لديهم من العدد والأسلحة ومع ذلك نصر الله جل وعلا أهل الإسلام مما يدل على صحة هذا الدين وانظر إلى أثر هذا الدين في الناس فمثلا انظر إلى أثره في طهارتهم وابتعادهم عن أنواع النجاسات أصبح الواحد منهم يتوضأ في اليوم المرات العديدة ويغتسل ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك بعد أن كانوا على أحوال مضادة لذلك وانظر إلى ما حدث عندهم من تأثر قلوبهم عند سماع آيات القرآن وأصبحت قلوبهم رقيقة بعد أن كانوا غلاظاً قد كان في قلوبهم من الغلظة الشيء الكثير وانظر إلى ما أثر به هذا الدين في العرب فإن العرب في جزيرتهم كان بينهم من الثأرات وبينهم من سفك الدماء وبينهم من النعرات وبينهم من الفخر فخر كل واحد بقبيلته والسنقاصه للقبيلة الأخرى وبينهم من الضغائن والهجا الشيء الكثير إلا أن الله جل وعلا جمع العرب بعد تعاديهم فأصبحوا إخواناً متآلفين متعاضدين متراحمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وكما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وهكذا انظر لأثر هذا الدين في جعل العرب أمة قوية ذات شأن على جميع الأصعدة فبعد أن كانت الروم وفارس تستضعفهم وينظرون إليهم نظرة ازدراء ونظرة نقص إلا أنهم أصبح لهم أثر عظيم وفتح الله بهم بلدان فارس والروم وانظر لحالهم الأول حينما كانوا فقراء عالة وكان من شأنهم أن بعضهم يموت من الجوع ومن شأنهم أن يسلب بعضهم بعضاً من أجل سد ما في بطونهم من الجوع حتى أصبحوا الأغنياء الذين عندهم الأموال العظيمة ولديهم التجارات الكثيرة بفضل رب العزة والجلال وهكذا انظر لأثر هذا الدين على بقية الأمم التي اختلفت أحوالها في جميع أمورها وانظر كيف دخلت الأمم الأخرى في دين الله أفواجا وأصبحوا يدخلون في دين الله عز وجل على قناعة منهم ومعرفة بحقيقة هذا الدين وفتركوا أديانهم السابقة ليكونوا مؤمنين مسلمين بعد أن اقتنعوا بهذا الدين وشاهدوا أثره على النفوس وشاهدوا أثره على حيات الناس ومن هنا نعلم أن دين الله جل وعلا إنما انتشر بالقناعة لا بالإكراه فإن غير المسلمين لا زالوا في مجتمعات أهل الإسلام فالنصارى واليهود والمجوس بقيوا في بلاد الإسلام ولم يتعرض لهم ومع ذلك لم يكن من أمفكريهم وعقلائهم إلا أن يقتنعوا بهذا الدين دين الإسلام فدخلوا فيه وآمنوا به والتزموا به ومن هنا نعلم فساد تلك المقالة التي قال قائلهم فيها بأن الإسلام انتشر بالسيف والله جل وعلا قد قال لا إكراها في الدين ثم انظر كم هل أنشأ ثم انظر هل أنشأ أهل الإسلام محاكمة للتفتيش كما فعله بعض الأمم ليلزم الناس بالدخول في دينهم أو أن المسلمين كانوا يظهرون للناس خلقا فاضلا وعقيدة صحيحة وسلوكا عظيما وتمسكا بشعائر هذا الدين فكان له الأثر العظيم في دخول الناس في دين الله وانظر إلى البلدان العظيمة في مشارك الأرض ومغاربها التي لم يصل إليها غزو إسلامي كيف انتشر فيها دين الإسلام فانظر إلى تلك البلدان التي في شرق آسيا من مثل أندونوسيا وماليزيا وانظر إلى عدد من الدول الإفريقية التي دخل أهلها في دين الله جل وعلا بعد أن عرفوا حقيقته وعرفوا ما فيه من المحاسن العظيمة وفي زمننا اليوم زمننا الحاضر مع تفوق دول غير الإسلام وما لديهم من القدرات إلا أننا نجد أن الداخلين في دين الله أفواج كثيرة وأن الذين يدخلون في هذا الدين أعداد وفيرة ومن هنا نعلم أن هذا الدين دين مقنع وأن من نظر فيه بعين إنصاف وجد أنه الحق وكيف لا وهذا الدين مبني على عقيدة صحيحة موافقة للواقع مقبولة في الفطر والعقول معتمدة على الأدلة والبراهين كما أن هذا الدين قد اجتمل على أخلاق كريمة فاضلة واجتمل على أمور حسنة جميلة كما أشرنا إلى شيء منها في هذه اللقاءات وقد جاء هذا الدين بمبادئ تجتمل على نبذ الخرافات والأكاذيب والوثنيات وكذلك جاء بالصلاح المطلق بما يصلح أحوال الناس وكما جاء بدفع أنواع الشرور فهذا من فضل الله عز وجل علينا أن جعل هذا الدين مجتملا على هذه المحاسن العظيمة وما أوردناه إنما هو نماذج وإلا فإن ما في هذا الدين من المحاسن أضعاف مضاعفة لما تمت الإشارة إليه في هذه اللقاءات بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله لكم أيها المستمعون الكرام توفيقا لكل خير كما أسأل الله جل وعلا للمسلمين في مشارك الأرض ومغاربها اجتماعا في الكلمة وتآلفا بين القلوب ورغدا في المعايش ووفرة في الأموال وإيمانا ويقينا كما أسأله جل وعلا لأولاة الأمور المسلمين التوفيق لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والصلاح وأن تستقربوا دانهم بأمن ورغد عيش كما أسأل الله جل وعلا أن يجزي أخوتي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وخير الجزاء على ما يقومون به من أعمال عظيمة في ترتيب أمور الناس في أداء نسكهم وصلواتهم في بيت الله الحرام وفي مسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وأشكر لأخوتي في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي أعمالهم وفعلهم الجميل في نشر العلم وبثه بين الناس كما أسأل الله جل وعلا لأخوتي في هذه الرئاسة التوفيق لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى بفضله سبحانه وتعالى وكذلك أتقدم لمعالي لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالشكر الجزيل على الاهتمام بنشر العلم خصوصا في هذه الأيام التي فيها انتشار هذه الجائحة ومع ذلك لا زالت الدورات العلمية في المسجد الحرام مستمرة ونقلت إلى أن تكون عبر المنصات الرقمية فجزاكم الله خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد